السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار مسيرة مساء اليوم نبدأها بالعنوين زيزو ينفجر غضبا بعد استبداله أمام أسبكستان وترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على أسبكستان وموعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أسبانيا في أولمبيات باريس وماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل قلر يفاجأ لجنة التخطيط بيرسيتاو مرفوض في الأهلي وتطورات في انتقال عمر الساعي إلى النادي الأهلي وما زلنا مع فضيحة الملاكمة والتحقيق مع يومنا عياد بعد استبعادها من أولمبيات باريس في البداية لا ننسى نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة ظهر أحمد سيد زيزو غاضبا بعد استبداله في مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أسبكستان في أولمبيات باريس 2024 حيث التقى منتخب مصر الأولمبي مع أسبكستان في ثاني مباريات الفراعينة في الأولمبياد والنتيجة انتهت بفوز منتخب مصر بهدف لأحمد نبيل كوكا في الدقيقة 11 من المباراة وقد قام البرازيلي ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي باستبدال السنائي أحمد سيد زيزو ومحمد شحاتة في الدقيقة 65 من المباراة ودفع بمصطفى سعد ميسي وأحمد عاطف وعبر زيزو عن غضبه الشديد بسبب قرار ميكالي باستبداله ورفض مصافحة الجهاز الفني والتقطته عدسات الكاميرات وهو يتحدث محدش يتكلم معايا هذا وقد انتهت المباراة بفوز منتخب مصر على أسبكستان بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الثانية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس سجل الهدف أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 11 بهذا الفوز أصبح رصيد منتخب مصر 4 نقاط في المركز الثاني بعد أسبانيا المتصدرة ب6 نقاط حجز منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الأسباني وأيضا أسبانيا 6 نقاط مصر 4 نقاط الدومنيكان نقطة واحدة أسبوكستان بدون نقاط وهذا يحتاج منتخب مصر للصعود والتأهل إلى الدور التالي حيث يحتاج منتخب مصر إلى التعادل فقط أمام أسبانيا في المباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في أولمبيات باريس وقد رفع منتخب المصري إلى رصيده إلى أربع نقاط ويواجه منتخب مصر منافسه وأسبانيا يوم السلساء المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة والمباراة تكون الساعة أربعة عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية يكفي منتخب مصر التعادل أو في حالة الخسارة لا بد أن يتعادل فريق أسبوكستان والدومونيكان سواء بدون أهداف أو بأي أهداف سواء سلبي أو إيجابي مازلنا مع أولمبيات باريس وفضيحة يمنعياد واستبعادها من أولمبيات باريس فقد كشف الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة عن موعد التحقيق مع اللاعبة يمنعياد بعد استبعادها من أولمبيات باريس قال عبد العزيز غنيم أنه سيتم عقد جلسة استماع مع اللاعبة مساء اليوم للاستفسار منها ومعرفة ملابسات ما حدث لها وتسببها في عدم المشاركة والانسحاب من دور الستاشر لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في فرنسا وقال الدكتور عبد العزيز غنيم أن اللاعبة خضعت للميزان الساعة 12 صباحا وقبل المنافسات بساعات وتم خضوعها للوزن مرة أخرى قبل المباراة ولكن للأسف اكتشفنا زيادة وزنها 700 جرام مؤكدا أن الجهاز الفني للمنتخب كان قد اطمأن على يومنا عيادة وأغلق باب الغرفة عليها حفاظا على سلامتها ولكن لا نعرف حتى الآن سبب زيادة وزنها قال الدكتور عبد العزيز غنيم أنه فضل الاستماع بنفسه لللاعبة ولن يتم زبحها كما يعتقد البعض ولكن سيتم معاقبتها في حالة الإدانة مشيرا إلى أن يمنع ياد لاعبة صاعدة وينتظرها مستقبل كبير ولكن يجب محاسبتها حتى لا تقع مستقبلا في مثل هذه الأخطاء أزا وقد اعترف الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس التحاد الملاكمة أن القرعة ظلمت أبطال مصر في اللعبة حيث وقع عبد الرحمن عرابي وزن 80 كيلو مع لاعب أزربيجان وهو مصنف رقم واحد على العالم في وزنه كما أن عمر العواضي لاعب منتخب مصر وزن 71 كيلو وقع أيضا في طريق لاعب المنتخب الباكستاني والمصنف الأول عالميا في هذا الوزن عموما سيتم التحقيق مع يمنع عيادة وسيتم التعرف على سبب زيادة وزنها 700 درام قبل المنافسة نعود بالأخبار إلى النادي الأهلي وقد كشف مصدر بالنادي الأهلي عن موقف مارسل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من رحيل نجم الفريق حيث قالت المصادر إن كولر تقدم بطلب جديد إلى لجنة التخطيط للكرة بالقلع الحمراء للإطاحة ببرسيتاو لاعب الفريق أو الجنوب أفريقي ببرسيتاو ورحيله قبل المهوسم الجديد وذلك لعدم الحاجة إلى خدماته وطلب كولر وفقا للمصادر من لجنة التخطيط التعاقد مع جناح أجنبي آخر لدعم خطوط الهجوم بعد خروج ببرسيتاو من حساباته وأن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا الحديث مع وكيل ببرسيتاو من أجل البحث عن عروض للرحيل عن فريق النادي الأهلي وقد كشفت التقارير الصحفية أيضا عن موقف النادي الأهلي وتطوراته الجديدة في انتقال لاعب الإسماعيلي عمر الساعي إلى نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أيسو يسعى النادي الأهلي لتدعيم خط وسط ملعبه بالتعاقد مع عمر الساعي الذي نال إعجاب السويسري مارسل كولر وأشارت التقارير إلى أن الأهلي أبدى استعداده لشراء عمر الساعي مقابل 20 مليون موني فضلا عن إعارة ثلاث لاعبين من الشباب إلى فريق الإسماعيلي ووصلت التقارير بأن الإسماعيلي رفض العرض وطلب مليون دولار للتخلي عن الساعي وأكمل أن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نادي الإسماعيلي فقد عرض عدد من الوسطاء على مسؤول الأهلي زيادة المقابل المالي المعروض بالإضافة إلى اللاعبين السلاسة من أجل شراء عمر الساعي وقال التقارير أن عمر الساعي أبلغ إدارة الإسماعيلي بأن رغبته في حالة اللعب في مصر أن يلعب ضمن صفوف النادي الأهلي ويمتد عقد عمر الساعي رفقة الإسماعيلي لمدة أربع مواسم ومن المعروف أن هناك عرض آخر من نادي الزمالك بنفس عرض النادي الأهلي ولكن رغبة اللعب هي التي ستكون الفارق واللاعب يرغب في لعب للنادي الأهلي كما تحدثنا سابقا وللتوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر الأولمبي يوم السلساء المقبل أمام أسبانيا ويكفيه فقط التعادل إن شاء الله في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر